السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتوما والعسا في ارتباعكم ان شاء الله تكونوا ملح مع الصيام تقبل الله من الجميع اكذا خوتي لوفوا خوتي دين كنت فيلمكم على احد الموضوع كما اقولوا بزاف بزاف من المربيين يحبوا يفهموا عليه ويحبوا يعرفوا كما اقولوا وش كان وش مكاش يعرفوا الصح اكذا خوتي لكن نلقاوا بزاف من المربيين كي يقول لك ان هدروا على الموضوع على الفيتامينات خوتي بالنسبة لاذا نقدموهم للحسون والكعناري وكي تروح تشوف مربيين يتكلموا منك يقول لك ان ممنوع ما تقدمش ومسا ما يعطيكش السبب وكي يقول لك ان اقدموا مهم كما اقولوا يحوز على الفايدة تاعوا يجهز طيور تاعوا لا يمرضلوش ولا كذا ولا كذا وما يحوز على العواقب ما يحوز على الأول وهكذا خوتي وكي يقول لك وكي يقول لك وكي يقول لك تخديم فيطامينات البشرية وفيطامينات الخاصة بالعصافر نبدأ لكم بهذه اخوتي اولا لا لا شوفوا اخوتي لا تكلموا على تخديم فيطامينات الحسون والكعناري شوفوا اخوتي انايا بالنسبة للحسون خاصة لزمان شريه جان شريه جان محكوم في البرية ونربيها ما قدم لهش فيطامينات خوتي اخوتي بالنسبة للتجهيز بالنسبة للجهوزية ويحق فيه الجهاز في الرابع ما عندك حتى ما تخلط فيه ما دلو ولو لكن يقدر هذا الحسون يطيح لك الريش اخوتيك شوفوا هذا الحسون طيح لي ثلاث رجالة وانا قدمت لكم قدرناه الفيطامين لكن لا تحب الى ان تقدمه ونخليه ونشوفه لا الوقت يجهز فيه لانا اخوتي وانا اخوتي من خلط فيه بالنسبة كانت عندي ثاني الانتة لانا ارجحي مبدلها القفص حول الريش الجانع كانت بعيدة ومزال وقت الجهوزية اخوتي اخوتي ما انا مبدلوش لكن الكيين الحساسين في القفص تطور تمدلهم فيطامين عادي لكن كيين فترة تقدم فيها الفيتامين كما قلت لكم يسقط الريج والمارض والتعسيف والذي تشعرون أن يكون مريض ومن المرض هذا كحيشيان يكون مياك وشكل كذلك نقدمه الفيتامين لكن الكنارين عادي تقدمونه الفيتامين لا لأن الكنارين خاصة الطفارات لا أعلم عن الكنارين العادي خاش خاوتي الطفارات هدو مجاو يخرجوهم مجاو يزوجو هذا مع هذا كما قلوا لو الجينة التحوم صعبة في الجهوزية ليس كما يقول لك عادي في الجهوز و تطعيله بثائف كين مقادت كين كيفاش تقدم فيتامين هكذا خاوتي اللي تقدمهم و ليس كامل خاصة هي صعبة صعبة لازم تقدم لها ولاحظتها هي الطفارات اللي يأتي من الخارج الخارج تاسب إسبانيا وإيطاليا كامل يخدموا بالفيتامين ثم طيور كامل يتعودوا يقولوا كما قلوا لها المنتحهم لازم تحفزهم هكذا خاوتي كما قلت لكم انا نحسوا خاوتي لا نحفش نستعمل فيها الفيتامينات هكذا خاوتي و انا كما قلوا رأني ننشر في الفيديو كين سمعني المتصورة في التربية على الطيور ما قدرش نقول لكم نفتيك شي ما قلوا نعطيكم هكا رأي جود لازم يقولوا مواضع كبيرة لا نحسوا هكذا خاوتي بيك يقول لكم انا مقدم او لا تقدم كين واحد ما يزاري و يرح يشد اي اه اه اي فيتامين و يقدم فيه الطيور تاعوا عيديهم هكذا خاوتي على بها انا نقول لكم ما تقدموه لكي ان يطيق لكم الخطر اقول لكم بالحالة اللي تقدم فيها اما بالنسبة للفيتامينات البشرية او الفيتامينات العصافير خاوتي ان العصافير لا نقدموش خاصة لهم في الدزاير أعطي أنه يكون مخشوشي يمكن أن يأتي من خارج هذا كوي أعطي أن أقول لكم ما أجزوا لي بثانة حالات بالنسبة للبيطاري وكيف كيف لأنه يتأكل بيض ويأكل بيض يتأكل نفس الفيطامينات لا أقول لكم بشاري هذا هو كامل يبيعه فيطامين التوحي لا أعطي أن أعطي فيطامين بشارية تستعملها في الطائرة وكذلك أخوتي لا أقدم فيطامين معين أو أو فيطامين أنا أقدم متنوع الفيطامين ملتي فيطامين سوف أعطي لكم فيطامين ثم أريد أن أدلوا تحليل ملتي فيطامين وهذا هو رأيي أخوتي أعطي أن أرأيكم في التعليقات السلام عليكم